الآن عضو المكتب السياسي لحزب جيل جديد أمين عريب ومعنا من الجزيرة يعني ضيفي الآخر أمين عريب ما رأيك سيد أمين هل البيان الذي قرى اليوم برأيك يعني جاء شافيا للتطلعات وما رأيك في هذا الفصل الذي يتم الآن كما قال ضيفنا بين الشارع وصوت الشارع وبين المعارضة التي لديها أجندة مختلفة تحية لكم وليقناتكم المحترم ومشاهديكم الكرام في الحقيقة أعتقد أن الأمر واضح واضح تماما اليوم خارج الجزائريين عندما دعت حركة مواطنة وحزب جيل جديد دعا المواطنين جزائريين للخروج إلى الشارع خارجوا بصوت واحد يوم الجمعة أيضا خارج الجزائريين بصوت واحد والشعارات كانت واضحة على بودفليقة أن يرحل على حشيته أن ترحل على الأحمد ويحي أن يرحل وعلى الأفران يدخل للمتحف لأنها في الحقيقة جبهة تحرير الوطني هي ملك وتورث لكل الجزائريين ولا يمكن أن تستغل بهذه الصورة البشعة التي هي مهينة لعائلتنا نحن ننتمي لعائلات شهداء وعائلات مجاهدين فهذا نعتبره إهانة كبيرة لنا أما فيما يخص أن نتكلم على رسالة عبدالعزيز التي تنسب إلى رأى عبدالعزيز بودفريقة فاسمح لي أننا نشك حقيقة أنه هو من كتب الرسالة هذه ومعظم الشعب الجزائري يشكوا أنه هو كتب تلك الرسالة لأنه اليوم كان في بيان أنه ترقل إلى سويسرا للعلاج فمتى كتبها تلك الرسالة ثانيا صحته لا تسمح له حتى أنه يتحرك وشفنا أن يداهي لا يمكنهم أن يحركهم فكيف له أن يكتب رسالة والدليل على ذلك أنه غائب تماما منذ سبع سنوات لم يخاطب شعبه وهذه حالة نادرة في التاريخ البشرية لا يوجد بلد في العالم وأن سبع سنوات رئيس الجمهورية لا يخاطب شعبه ومررنا بعديد من الأزمات اليوم الجزائريين ترشيح العهد الخامسة ترشيح إطار في الحقيقة هي صورة هذا هو هدية في مخير الجزائري وهذا هو الواقع شفنا كيف كانوا منذ شهور يتجولون بصورة لرئيس وكل مرة يكرموا تلك الصورة في الجزائريين اعتبروها إهانة كبيرة لهم اعتبروها إهانة كبيرة لتاريخ الجزائريين تتعرف أن الجزائريين بين ذلك الشعب الصبور من 88 تجربتنا إيبان ثورة تحريرية فالجزائريين صبروا على هذا النظام صبروا على هذه السلطة التي تحولت تدريجين إلى مملكة الجزائر مع أنها نظام جمهوري فكل مرة يكتم فيه تعديل دستور حتى يسمح لعبد العزيز بودفليقة أنه يعيد ترشيح مرة أخرى ويرشيحه مرة أخرى حضرنا من العهد الرابعة الضيفك الكريم الذي يتكلم على أجندات خارجية وأن المعارضين عايشين في الخارج ويدخلون إلى الجزائر نحن على مستوانا في جيل جديد كنا دائما منذ 2012 في الجزائر منذ 2012 نخرج من الظهر قمعنا سجننا وقدمنا للعدالة ممورسة السلطة علينا أقصى درجات القمع ولكن باقينا صامدين وباقينا الدرجية لأننا أهل حق فالكل يعرف اليوم أن عبد العزيز بودفليقة غير قادر تماما على تسير الجزائر الكل يعرف أن عبد العزيز بودفليقة يستعمل اسمه ليسير أشخاص الجزائر ليس لهم طفويت شعبي وليس لهم منتخبين أما فيما يخص الانتخابات يتكلم عليها ضيفك الكريم فهو يعرف أنه طبيعة الانتخابات في الجزائر والكل يعرف انتخابات أنها تدار على طريقة نجلان في الحقيقة فعندما يترشح رئيس عبد العزيز بودفليقة مهما كانت الحالته وأكيد أنه لن يخاطب الشعب ولن يستطيع حتى أن يؤدي القسم الدستوري وكذلك أنه لم يستطع أن يؤدي واجباته الدستورية الملزمة التي لا يمكن أن يفوضها لآخرين طيب أعود لك كيف ترد؟ المعارضة ضعيفة لا تستطيع أن تحصد أصوات الشعب وبالتالي هي تتحجز بمرض الرئيس إذا كان فعلا لديها شعبية أهلا بالانتخابات لتنافس الرئيس وهناك من يزور الرئيس ويتحدث إليه ويلتقيه هؤلاء ليسوا شهداء زور ما رأيك؟ في الحقيقة أعتقد أن اليوم برهنا ما هي قوة المعارضة اليوم حركة الموطنة دعت إلى مظاهرات عارمة وخرجت كل مظاهرات في الجزائر العاصمة كلها في عدة ولايات وحتى في عدة عواصم في الخارج هذا يدل على قوتنا اليوم عندما ندينا للشعب أنه يخرج خارج الشعب ولب النداء أتحدى جبه التحرير لو يتكلم عنه أو جهاز جبه التحرير عشا جبه التحرير التاريخية لأنه يتكلم على إنسان وهو يشك في وطنيتي أعتقد أن اسمي معروف ويمكنه أن يسأل عن ما أنا وماضي وماضي عائلتي وما هو عليه فيشك في وطنيتي أنا أقول له أنا لا نتكلم على جبه التحرير التاريخية التي هي ملك الجزائرين أنا نتكلم على جهاز جبه التحرير نعرف كيف يجند هذا الحز نعرف كيف يملأ قاعاته نحن منعنا من ملأ قاعات فندينا الشعب للخارج والذي يخرج إلى الشارع واليوم نبى الليداء أما فيما يتكلم على الانتخابات أنا قلت لك ما فيش انتخابات حقيقية في الجزائر الانتخابات تدار على طريقة الأجلال نعرف كم تحجم التزوير بالأدلة القاطعة وليست افتراءات كما يتكلم يوجد عدة دلائل على تزوير الانتخابات وليست تزوير حقيقي حتى أحزاب السلطة نفسها الوزير الأول أحمد ويحي يشتكي من تزوير السلطة هذه في الانتخابات الأخيرة فقط اشتك منها فما بالك بنحن المعارضة عندما نتكلم على الانتخابات هذا هو دليل على تزوير الانتخابات من جهة أخرى عندما يتكلم ضيفك الكريم على أن المعارضة ليس لها بديل وبرنامج وما غير ذلك نحن منذ 2012 ونحن نتكلم عن الإنجازات وصرف ألف مليار دولار ألف مليار دولار بنسبة الفساد الخيالية في الجزائر نعرف ما مدى مشاريع طريق سيار غرب كيف هو أغلى كيلومتر في العالم يعني إنجاز كيلومتر واحد في العالم هو الأغلى في الجزائر ونعرف نسبة النهب ونسبة اختلاصة المالية التي تحدث في الجزائر وعندما يتكلم عن افتراء أتحدى آخر خطاف لرئيس الجمهورية كان في 2012 في السطيف عندما قال طب جناني وعاش من عرف قدره اليوم أعتقد أن عبد عزيز بودفليقة لم يعرف قدره وأعتقد أن جنانه لم يحفظ فقط كما نقول بالعامية نحن عندنا خمج الجنان تاعه لم يبقى فقط قدره وهو لم يلتزم بذلك الوعد الذي قدمه في 2012 أما عندما يتكلم على 2014 والقسم أعتقد أن القسم موجود في الدستور وأعتقد أن الكل والفيديوهات موجودة لم يستطع حتى إكمال قسمه في 2014 ولم يخاطب الشعب والقسم لا يعتبر خطابا للشعب وإنما هو قسم دستوري موجود في الدستور وهو إلزامية دستورية لم يستطع حتى تلبيتها لذا عندما يتكلم على ضيفك الكريم ويقدم دلائل عليها أن يقدم دلائل صحيحة وأن يكذب على الرأي العام الدولي وعلى الرأي العام الداخلي أعتقد أن الرأي العام الداخلي هو في الشارع وسيخرج في 26 فبري أي بعد غد كل جامعات الجزائرية ويوم الجمعة ستكون مظاهرات حاشدة حتى يسمعوا هذا الرأي لو يتكلم عليه الرأي الداخلي سيسمعه صوته سيد أمين في جملة أيضا لو سمحت باختصار قبلها نعود سيد مسعود هل تعتقد بأنه الآن كما يشاعي أنه في خلافات داخل البيت الحاكم في السلطة الآن وهذا ما نشاهده حاليا نعم أكيد في خلافات كبيرة وخلافات بدأت منذ العهد الرابعة أعتبر عن سلسلة الإقالات التي كانت تم أعلى أعلى مستوى هرم السلطة شفنا في الآوينة الأخيرة كيف سجينت جنرالات شفنا كيف حلت جبهة التحرير تماما اليوم جبهة التحرير غير قانونية من المفروض أن على جهاز جبهة التحرير أن يحلى حقيقة الوزارة الداخلية لو كنا في دولة القانون الحقيقية لكانت جبهة التحرير أو جهاز جبهة التحرير حلة لأنه لا يوجد أي مؤسسة في هذا الجهاز حلة تعين عليها منسق على رأسها أعتقد أن اليوم عندما يتكلم ضيفك الكريم على المعارضة أو على الجزائر عليهم أن يرحلوا وعليهم أن يتقوا شر هذا الشعب الذي صبر عليهم مدة عشرين سنة وأين نهيب هذا الشعب أين استغل هذا الشعب في العديد من الأمور عليهم أن يرحلوا الآن وأن يفهموا اسمح لي سيد مسعود أعود لك في أقل من دقيقتين أيضا هناك من يريد الرئيس أن يترشح كما يقول لك سيد مسعود كيف نحسم هذه المشكلة أولا من هم هؤلاء الذين يريدون الترشح الرئيس هم المنتفعين والمرتزق السياسيين الذين يعيشون على ظهر الجزائر والجزائرين من نهب المالعم هؤلاء نعم يريدون ترشح عبد العزيز بوتفليقة حتى يستمرون في نهب الجزائر أما عامة الجزائرين فهم لا يرغبون يعني ليس معقول أن اليوم جزائري يريد رجل مريض تماما أن يحكمه هذا يعني إهانة وشعر الجزائرين بإهانة كبيرة في ترشح العهدة الخامسة نعود أن نذكر أيضا أن الدستوريا لا يحق لعبد العزيز بوتفليقة أن يترشح لأن الدستور يحدد الترشح بعهدتين وهو الآن سيترشح لعهدة خامسة بدوس صريح على الدستور هذه من جهة من جهة ثانية صحته حالته الصحية لا تسمح له بتاتا أنه يترشح معدى إذا قدموا شهادة طبية مزورة وهذا ما سيقدمونه يعني سيقدمون شهادة طبية مزورة لا تحتاج أن تكون طبيبا حتى ترى يعني الحالة الصحية التي عليها عبد العزيز بوتفليقة والدليل على ذلك أنه لم يكلم شاب سبع سنوات أنه لم يقم بمهامه الدستورية عديدة التي لا يمكن أن يعطيها لناس آخرين ويوكل عليها ناس آخرين من بين هذه المهام أنه اعتماد سفراء في الجزائر اليوم يوجد ما يقارب سبعين سفير لم يقدم أوراق اعتماده في الجزائر لغياب رئيس الجمهورية وعجزه عن قيم بذلك عدة مهاماتنا عدة مهام لرئيس الجمهورية يعني تمنحه لأشخاص آخرين ويكلف بها أشخاص غير دستوري ترشح عبد العزيز بوتفليقة غير دستوري شكرا 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 جزيلا انتهى وقتنا سنتابع هذا الملائم